بسم الله الرحمن الرحيم وأخطائهم نسيما من المبتدي أن تعوقه عن طلب العلم وربما تصده عن طلب العلم فيكره هلانا ويكره هلانا ويعزف نفسه عن طلب العلم فهذه فتنة يجب تجنبه يجب على الشاب أن يتوجه لطلب العلم ولا يصغي إلى أقوال الناس في فلان أو علا هذا أول شيء يكره إليه طلبة العلم ويزهده في طلب العلم ثانيا أنه يأثم بهذا إذا كان شغله في فلان وعيب فلان ويشغله عن طلب العلم يأثم بذلك فهو في عافية توجه إلى طلب العلم ولا يصغي إلى هذه الشائعات هذه الأقوال نعم